موسيقى 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 الفروقات الشكلية بينهم غليلة ولكن هناك فرق واحد قد يكون جديد اللي هو بالنسبة للون هذا التلفون فيه الروز جولد اللي هو ظهر الذهبي الوردي وهذا الجولد اللي موجود سابقا على هواتف الايفون هذا اللون الجديد اللي موجود في الروز جولد لا يشابه الروز جولد اللي موجود في الأسواق للخواتم أو المجوهرات بشكل عام ولكنه يميل إلى اللون الوردي أكثر بالنسبة للشكل العام من حيث الحجم والتفاصيل الدقيقة للهاتف ليست هناك أي فروقات بتاتا بين الأثنين من ناحية الشكل ليس هناك فرق أما من ناحية الوزن فيختلف الوزن بين الأثنين هذا 172 جرام هذا 292 جرام هذا وزنه أكثر من الايفون 6 بلس السابق بقدر 20 جرام لا يفرق كثيرا لكن في ناس يمكن تحس بهذا الفرق الآن نأتي لي ما بداخل هذا واللي هو قد يميز هذا أكثر من الهاتف السابق بكثير اللي هو أولاً الشيف اللي داخله هي شيف أسرع A9 بالمقارنة مع A8 السابقة وهذا يزيد من السرعة بشكل كبير وكذلك الميموري وهو شيء مهم جداً جداً زاد إلى 2 جيجا بايت بالمقارنة مع السابق اللي هو كان فيه مجرد 1 جيجا بايت بالداخل وهذا لأهمية كبيرة وأنا استشعرته فيه اللي هو الايباد اير 2 وهذا كان مهم جداً بالنسبة لي لأن الصفحات تنفتح بسرعة أكبر خلوني أوريكم مثال على هذا الشيء رح أفتح مجموعة من الصفحات حتى نشوف فرق السرعة أنا فتحت عدة صفحات باستخدام الجهازين الايفون 6S Plus والايفون 6 Plus وراح أوريكم الفرق بين وجود ميموري أكثر اللي هي 2 جيجا بايت في هذا الجهاز بالمقارنة مع 1 جيجا بايت في هذا الجهاز الآن لو ننتقي صفحة أخرى مثلاً خلينا نقول نفتح صفحة قزمودو مثلاً على سبيل المثال تلاحظ معي أن الصفحة هذه الآن تفتح وفتحت الصفحة من جديد بينما هذه الصفحة لم تفعل هذا الشيء خلونا نرى مثلاً صفحة أخرى خلينا نرجع على سايويربود.wordpress.com أو سايويربود.com لا هذه ما فتحت خلينا نشوف واحدة ثانية على سبيل المثال خلونا نروح للأمازون مثلاً هذه الأمازون موجودة على الأثنين تلاحظ أن الصفحة هذه اضطرت تفتح مرة ثانية وكثير ما يحدث معي وخصوصاً لما تمتلأ الصفحات على الجهازين ستلاحظ أن لما تحاول أن تفتح على هذا الجهاز الأقدم صفحة كنت أنت فاتحها في السابق تضطر الانتظار إلى أن تفتح من جديد. ربما احتفظت بالصورة الآن ولكن أحياناً أنت تجد أن الصفحة يصير لها refresh من الأول وتختفي المعلومات التي عليها وتنتظر إلى أن تفتح من جديد. وجود الثانية جيجا بايت على هذا الجهاز كثير ما يساعد في قضية أنك تفتح صفحات بسرعة من خلال فتح الصفحات من المكان هذا. فهذه ميزة من المميزات وقد هذا ينطبق أيضاً على الكثير من البرامج التي تحتاج إلى ميموري كثيرة ولذلك زيادة الميموري جداً مهمة بالنسبة لهذا الجهاز هناك ملاحظة أخرى وهي قد تم طبق أيضاً على قضية الميموري وهو أني أنا أستخدم سنابشات ليلة حين أنا مبتدأ في هذا الموضوع واكتشفت أن السنابشات أيضاً في الجهاز السابق كان يسخن بسهولة بينما هنا لا يسخن خصوصاً إذا تسوي لك طورة ثانية وتحاول أنك تصاعدها بسرعة كبيرة فهذا احتمال ترجع لقضية أن الجهاز سريع جداً وكذلك لوجود ضعف الذاكرة في هذا الجهاز فإذن هذه المميزتين بالنسبة لسرعة الجهاز وأيضاً بالنسبة للميموري اللي موجودة فيه نأتي إلى موضوع آخر وهو التوتش آي دي التوتش آي دي على الجهازين يختلفان بالسرعة الآيفون سكس اس بلس والسكس اس أسرع من الآيفون سكس بلس والسكس اللي سبق هذا الجهاز على سبيل المثال احياناً راح أحط أصبعي على الجهازين وشوف الفرق بين السرعتين راح أضغط بنفس الوقت تلاحظون أن هذا مفتح أسرع من هذا ولو تجرب يعني عدة مرات راح تكتشف نفس الموضوع أن الجهازين الجهاز الجديد يفتح أسرع بكثير وهذا مهم يعني أحياناً هذه الفروقات البسيطة تشعر فيها هلنا نجرب مرة ثانية تحظون أيضاً هذا الجهاز الجديد ايفون سكس اس بلس فتح أسرع من هذا الجهاز فإذن هذه ميزة أخرى موجودة في التتش اي دي أفضل من الجهاز السابق هناك فرق آخر وهو بالكاميرا الكاميرا اللي تأتي على الايفون سكس اس بلس هي 12 ميجا بيكسل والخلفية هي 5 ميجا بيكسل السابق كان 8 ميجا بيكسل وهذه 1.2 ميجا بيكسل الفرق أوكي وهنا قضية مهمة أن قرأت رفيوز كثيرة من مختصين بالتصوير الكاميرا هذه وإن كانت أفضل بالتأكيد من هذا من ناحية الميجا بيكسل ولكن هناك مقارنات مع الأجهزة الأخرى مثل السامسونج مثلاً الأجهزة الحديثة في السامسونج هي لا تزال سامسونج يبدو أنها تغلبت على الايفون من ناحية الكواليتي أو النوعية أو الجودة بالصورة التي تصورها باستخدام الكاميرات معالتها فإذا الايفون قد يكون يوم من الأيام تقدم بالكاميرات التي كانت تضعها على هواتفها أما الآن فالمنافسة شديدة جداً على هذا الموضوع وقد تكون كاميرا الايفون ليست هي الأفضل من هذه الناحية فإذاً زادت الميجا بيكسل لكن لم تزيد الكواليتي بالمقارنة مع الهواتف الأخرى هناك أيضاً موضوع الكاميرا اللي هي لايف تصور صورة ولما تلتقط الصورة يلتقط ما قبل وما بعد ضغطك على الزر هذا فعلى سبيل المثال الزر هذا لايف مضغوط فالحين أي صورة أنا أصورها رح يلتقطها ورح يلتقط ثواني ما بعدها فالآن إذا أتينا إلى الصور وضغطنا على هذه رح يلتقط التقط الصور طبعاً مع حركة الهاتف يلتقط ثواني قبل وثواني بعدها فتستطيع أن تحتفظ بالصورة بالطريقة هذه وحتى تستطيع أن تخليها الباكراوند الخلفية للتلفون فهذه أيضاً ميزة جديدة موجودة في هذا الهاتف ليست موجودة في الهاتف السابق بالإضافة لهذا عندك خاصية الفورستوتش اللي هي خاصية جديدة لم تكن متوفرة في الأبل سابقاً وهي أنك حينما تضغط على شيء معين بضغطة قوية تظهر لك قائمة على سبيل المثال مثل هذه في التويتر هناك أيضاً مثال قائمة موجودة في الإيميل ليست كل البرامج تحتوي على هذه الإمكانية لأنها لم المبرمجين يحتاجون أن يطورون برامجهم مثل الواتساب على سبيل المثال ما فيها الإمكانية هذه ولكن تعطي ميزة جداً جميلة في الاستخدام خصوصاً في الطباعة والذي يعانون عادة من الطباعة وهذا شيء مهم خلونا نجرب أنا طبعاً حطيت هنا مجموعة من النوتات الفاضية عشان لا يبين الآن أكتب عادتين نوتات عادتين أخفيها لنفسي وسلونا نجرب مثلاً على فرض أن أكتب This is a test تمام؟ فلما تكتب هذا الشيء ولنفترض أن أنت أخطأت وتضيف كلمة معينة في وسط هذا الكلام تضغط بقوة أكبر فتظهر الكارسر وتستطيع أن تنقلها إلى أي مكان من تشاء وتغير اللي أنت تبي This is not a test أوبس This is مو مهم أوكي فالفكرة أن تستطيع أن تستخدم Force Touch لنقل الكارسر إلى أي مكان تحتاج تنقله إليه وكذلك تستطيع أيضاً الاختيار بضغطة أخرى بحيث أنك تختار الكلمة التي تبيها وتمسحها أو نتعدل عليها أو ما شبه فإذا هذه قضية مهمة ما كانت موجودة في الآيفونات السابقة وهي رائعة جداً موجودة الآن في Force Touch اللي موجود في هذا الجهاز وحتى أشياء أخرى يعني ليست فقط Force Touch موجودة بالنسبة لي الكتابة موجودة أيضاً للإيميلات خلونا نشوف مثال على هذا بالنسبة للإيميلات على سبيل المثال لو نشغل الإيميل بدل من أني أفتح الإيميل وأدخل داخل كما هو المعتاد أضغط على هذا بشكل Force Touch فأدخل على الإيميل مباشرة يعني هناك طبعاً مرحلتين أنك تضغط وتدخل وتدخل إلى العمق بحيث أنه كما تفتح الإيميل بطريقة العادية أو أنك تضغط ويفتح لكيها وتستطيع أن تحذفه أو أنك تقول أن هذا أنرد وهناك أيضاً اختيارات تريد أن تقوم بالربلاي مباشرة من هذه الشاشة فإذاً Force Touch يوفر لك ميزة أو تسهيل لاستخدام جهاز محمول هاتف باليد بحيث أن يسهل عليك استخدامه في يومياتك بدل من أن يكون صعب قد يعني أحد يتخيل أن مثل هذه الأمور ليست مهمة لكن مع التجربة مع الاستخدام رح تكتشف أن هذه الميكرو سيكنز أو الميلي سيكنز اللي تعوضك عنها هذه العمليات بال Force Touch هي جداً مهمة وأنت تشعر فيها يومياً ولكن مع وجود هذه تخفف عنك سوء الاستخدام لأجهزة هاتف عادة شاشاتها صغيرة وهي متنقلة معاك دائماً وتتبي الشيء بسرعة تبيئة الآن هذا الشيء يعطيك الميزة هذه هذه كانت مراجعة سريعة للفروقات ما بين الآيفون 6S Plus وال6 Plus الفروقات قد تبدو لأول وهلة أنها طفيفة ولكن هناك مميزات في هذا الجهاز الجديد تفوق على هذا ربما بكثير وهل أنتقل من هذا إلى هذا؟ ربما لا، ليس بالضرورة ولكن إذا عندك تلفونات سابقة إلى تسبق هذه أنصح بالانتقال لهذا الجهاز لأنه جهاز رائع جداً والمميزات اللي فيه قد تعجبك كثيراً شكراً لكم شكراً لكم